بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للفصل الدراسي الأول المرحلة الثانوية المسار العام درسنا لهذا اليوم مدخل السلامة الشخصية محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فنبدأ درسنا لهذا اليوم تحقيق السلامة الشخصية مطلب دوء أهمية لكل الأفراد من جميع الأعمار ويتضمن ذلك تجنب حدوث الإصابات غير المقصودة في المنزل والمجتمع نتحدث عن السلامة الشخصية بشكل عام هو أن تكون لديك القدرة على التعامل مع الأماكن التي تتواجد فيها وتجنب الإصابات سواء كانت تلك الإصابات مقصودة أو غير مقصودة وتفحص عوامل الأمن والسلامة لتجنب أي إصابة لا سمح الله بشكل عام وسوف تتعرف عزيزي الطالب بنهاية الدرس أولاً تتعرف على مفهوم السلامة الشخصية ثانياً تميز بين الإصابات المقصودة والإصابات غير المقصودة وأنواعها ثالثاً تصف إجراءات عملية لتجنب الإصابات غير المقصودة مثال ذلك السقوط، التسمم، الحرائق، والاختناق رابعاً تطبق الإصعافات الأولية لإصابات الاختناق والحرائق المنزلية خامساً تقدر أهمية الوقاية من أخطار الإصابات في المنزل من منظور الشريعة الإسلامية نبدأ بمفهوم السلامة الشخصية هي الوقاية من الوقوع في المخاطر من خلال اكتساب الفرد معرفة بالمخاطر والإصابات الناجمة عنها سواء كانت إصابات مقصودة أو غير مقصودة مفهوم السلامة الشخصية هو على كل فرد أن يكون حريص كل الحرص على تجنب الإصابات ولدينا عدة أنواع من الإصابات إصابات مقصودة وإصابات غير مقصودة ونتحدث بشكل مبسط عندما تحاول أو ترغب بممارسة النشاط البدني يجب عليك أولا تفقد المكان من الأشياء التي قد تضر أو قد تسبب لك إصابة في ممارسة النشاط البدني أو بشكل عام من خلال الأماكن العامة التي تتواجد فيها يجب أن يكون لدينا انتباه دائم لعوامل الأمن والسلامة في المكان الذي نكون موجودين فيه وأحيانا تكون أيضا في المنزل والحرص وتجنب الأشياء التي قد تؤدي إلى إصابات مثل ما ذكرنا لكم سواء مقصودة أو غير مقصودة نأتي للفرق بين الإصابة المقصودة وغير المقصودة الإصابة المقصودة هي إصابة يتسبب فيها الفرد بنفسه مثل إيذاء النفس أو بواسطة فرد آخر مثال إيذاء الآخرين الإصابة المقصودة هي عندما يقوم الفرد بإيذاء نفسه بشكل متعمد أو يقوم بإيذاء الآخرين هذه هي الإصابة المتعمدة النوع الثاني من الإصابة وهي الإصابة الغير مقصودة وهي التي قد تتسبب لك بشكل غير مباشر بإصابة كما ذكرنا لكم إصابات الرياضية أو إصابات الاختناق أو الإصابات التي تكون في المنزل أو الإصابات التي تكون عن طريق الحوادث المرورية التي تكون غير مقصودة بشكل مفاجئ كما ذكرنا هنا الإصابة غير المقصودة هي الإصابة التي تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر وهي أكثر انتشارا في المجتمع مثل الإصابات المنزلية والحوادث المرورية خطورة الإصابات غير المقصودة تعد الإصابات غير المقصودة السبب الرئيس للوفاء بها فئة الشباب محليا وعالميا ولقد أوضحت الدراسات أن هذه الإصابات تعد من بين الأسباب العشرة للوفاء في المملكة العربية السعودية وتمثل الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية والإصابات المنزلية ما نسبته 82.5% من بين الإصابات الأخرى لتكون بذلك من أكثر أسباب الموت المبكر بين فئة الشباب في المجتمع السعودي خطورة الإصابات الغير المقصودة كما ذكرنا لكم هنا أنها تعد جدا ما بين فئة الشباب وهي الأكثر انتشارا في العالم ونتحدث هنا عن الحوادث المرورية كما هو موجود النسبة ما بين 82% وهي معدل عالي ومرتفع جدا ونأتي هنا أيضا لأسباب الإصابات غير المقصودة معظم الإصابات غير المقصودة ناتجة عن مزيج من العوامل البشرية والبيئية مثل العوامل البشرية تشمل الظروف أو المواقف الشخصية التي تؤدي إلى حالة غير آمنة وأهمها سلوك المخاطرة كالسرعة والتهور في قيادة السيارة وعدم الانتباه والتركيز العوامل البيئية تشمل الظروف الخارجية الطبيعية كأحوال الطقس بيئة العمل والبيئة المنزلية إذن هنا أسباب الإصابات غير المقصودة العوامل البشرية والعوامل البيئية نأتي للإصابات المنزلية تشمل جميع الإصابات والوفيات غير المقصودة التي تحدث داخل المنزل وأكثرها انتشارا إصابات السقوط وحوادث التسمم والحرائق والاختناق أولا إصابات السقوط تفيد منظمة الصحة العالمية أن إصابات السقوط تؤدي إلى 684 ألف حادثة سقوط مبيتة كل عام مما يجعلها السبب الثاني للوفاة الناتجة عن الإصابة غير المقصودة بعد الحوادث المرورية ويعد كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للوفاة أو الإصابة الناتجة من السقوط وتزداد هذه المخاطر مع التقدم في العمر من الإصابات المنزلية إصابات السقوط تحدثنا هنا عن أن إصابات السقوط تعد الحالة الثانية ومعدل الارتفاع الوفيات فيها بعد الحوادث المرورية وخاصة تكون بين كبار السن لعدم مقدرتهم على التعامل مع المواقف التي تكون صعبة داخل المنزل وعدم وجود عوامل للأمن والسلامة داخل المنزل للكبار ولكي تحمي نفسك من السقوط خطة الحماية أوصت منظمة الصحة العالمية بمجموعة من الإجراءات الوقائية من حوادث السقوط على سبيل المثال كما تشاهدون هنا تزويد الوالدين بمعلومات عن مخاطر سقوط الأطفال ودعمهما في الحد من هذه المخاطر في المنزل إذن هنا نتحدث عن تزويد الوالدين بمعلومات عن مخاطر سقوط الأطفال ودعمهما في الحد من هذه المخاطر في المنازل أيضا تقييم المنزل وإدخال تعديلات عليه كإعادة تركيب سياج كما ذكرنا لكم ومساند على جانبي الدرج بين قوسين بمعنى عام درابزين ومساعدات مانعة للإنزلاق إذن هنا تقييم المنزل وإدخال تعديلات عليه تركيب سياج ومساند على جانبي الدرج أيضا المحافظة على الأرضيات والسلالم والمناطق الخارجية خالية من العوائق وأن لا تكون مبللة تركيب الإضاءة المناسبة في المنزل والمناطق الخارجية لتحقيق رؤية واضحة واستخدام السلالم بأمان وعدم استخدام الكراسي للوصول إلى الأشياء العالية نأتي للإصابات المنزلية ثانيا حوادث التسمم التسمم يعني دخول أي مادة ضارة أو ملوثة إلى الجسم ويصنف التسمم إلى ثلاثة أنواع التسمم الغذائي والتسمم بالأدوية والتسمم الكيميائي ومعظم حوادث التسمم تحدث بين الأطفال أقل من ثلاث سنوات نظرا لبقاء الأطفال لوقت طويل في المنزل الذي لا يخلو من المواد الكيميائية السامة وكثير من الأفراد يعتقد أن هذه المواد ليست سما ومن هذه السموم مواد التنظيف المنزلية المطهرات المبيدات الحشرية مبيدات الأعشاب مستحضرات التجميل طلاء الأظافر ومزيالتها والعديد من الأدوية ومن أكثر أنواع التسمم الناتجة من الغازات شيوعا هو التسمم من غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عوادم السيارات وبعض أنواع معدات التدفية هذا الغاز عديم اللون والرائحة مما يزيد من خطورة انتشاره حوادث التسمم كثيرة في المنازل وبخصوص الأطفال الأقل من ثلاث سنوات لعدم معرفتهم بالأشياء الموجودة داخل المنزل من أدوات التنظيف وحياناً مواد التنظيف عندما يكون هناك خليط ما بين مواد التنظيف يحدث تسمم وينتج عن ذلك إصابات خطيرة لدى الأفراد لعدم معرفتهم وبقاء الأطفال لوقت طويل داخل المنزل ولكي تحمي نفسك والآخرين من التسمم خطة الحماية اتبع الإجراءات الوقائية التالية اتباع إرشادات الاستخدام الموضحة على اللعبوات عند استخدام المنتجات الكيميائية التي قد تكون سامة كمواد التنظيف المنزلية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها تخزين المنتجات الكيميائية بعيداً عن متناول الأطفال التأكد دائماً من تاريخ صلاحية الأطعمة قبل تناولها والوقاية من التسمم بغاز أول أكسيد الكربون أولاً ركب أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون ثانياً لا توقض النار في مكان مغلق بدون تهوية ثالثاً لا تشغل محرك السيارة في مكان مغلق وفي حالة حدوث تسمم من المهم التصرف بسرعة والاتصال على أحد مراكز مراقبة السموم والكيميا الطبية الشرعية عبر خدمة تلقي الاتصالات الهاتفية والاستشارات الطارئة لحالات التسمم على رقم الطوارئ تسعة ثلاثة سبعة الذي يعمل على مدار الساعة بعد ذلك أنقل المصاب إلى أقرب مركز رعاية صحي أو مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة من الإصابات المنزلية ثالثاً الحرائق المنزلية الحرائق هي أكثر الحوادث المنزلية شيوعاً في المجتمع وتبدأ معظم حرائق المنزل في المطبخ أو غرفة المعيشة ومن أهم أسباب إصابات الحريق في المنزل الأفران وتمديدات الغاز والتدخين ومعدات التدفئة والأجهزة الكهربائية مثل وصلات شحن الهواتف لكي تحمي نفسك والآخرين من الحريق خطة الحماية اتبع الإجرات الوقائية التالية التأكد من صيانة الأجهزة والسخنات والأفران والمدافئ والمداخن والمنافذ الكهربائية والأسلاك احتفظ بمسافة متر على الأقل بين الأشياء القابلة للإشتعال كالأقمشة والسجادات والستائر وبين الأجهزة الإلكترونية والسخنات أيضا من الحماية التخلص من السجائر بطريقة سليمة وعدم التدخين في غرف النوم وغرف الجلوس التي بها أثاث قابل للإشتعال كالكنب والأسرة أخذ الحيطة عند التعامل مع الماء الساخن الذي يسبب الحروق غير المميتة وخصوصا بين الأطفال الصغار ضع خطة للخروج من المنزل والنجاة عند حدوث الحريق لا سمح الله ركب أجهزة كشف الدخان في كافة أرجاء منزلك متابعة الأطفال وإبعادهم عن مصادر النيران في المنزل وخاصة المطبخ عند اشتعال النيران في المنزل وأنت بداخله عليك اتباع الخطوات التالية أولاً غادر المبنى بأسرع وقت ثانياً إذا كنت محاصراً في غرفة فلا تفتح الباب إذا كان ساخنا ثالثاً حاول أن تقلل من استنشاق الدخان وذلك عن طريق الزحف على الأرض بعيداً عن الحرارة وتغطية فمك بقطعة قماش مبللة إن أمكن وأخذ أنفاس قصيرة رابعاً الاتصال بالدفاع المدني على الرقم 998 عند اشتعال النيران في ملابسك عليك اتباع الخطوات التالية أولاً التوقف ثانياً تغطية الوجه ثالثاً النزول على الأرض رابعاً التدحرج على الأرض عند اشتعال النيران في المنزل هناك عدة خطوات يفضل ويجب عليك اتباعها لتجنب الإصابات من خلالها وأيضاً اشتعال النيران في الملابس عندما يحدث حريق لا سمح الله في منزلك من وسائل الأمن والسلامة أيضاً إذا كانت القدرة والسيطرة على الحريق بسيطة فيجب أن يتوفر لديك طفاية حريق وهي من أهم عوامل الأمن والسلامة وأيضاً البقاء في غرفة إذا لم تستطع أخماد الحريق بشكل سريع وعدم الخروج واستنشاق الهواء ووضع قطعة قماش مبللة تكون على فمك لعدم استنشاق بشكل مباشر وعند اشتعال النيران أيضاً في ملابسك أولاً ألا تقوم بالجري نهائياً لأنها تزيد من عملية الاحتراق والجلوس على الأرض وعملية التدحرج لأنها تقوم بإطفاء الحريق تلك الخطوات مهمة جداً معرفتها نأتي للإصابات المنزلية الرابعة هنا الغصة والاختناق الغصة أو الاختناق تحدث نتيجة تعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية بحيث يعيق مرور الهواء ويسبب الاختناق يمثل للاختناق أهم الحوادث المنزلية بين الأطفال مثل بلع أجسام صلبة كأجزاء من اللعبة أو العملات المعدنية أو الأكل أو التفاف حبل أو شيء حول العنق لكي تحمي نفسك والآخرين من الاختناق إليك خطة الحماية أوصت وزارة الصحة السعودية بمجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من حوادث الاختناق وتشمل ما يلي احرص على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا تعلم الدفعات البطنية مناورة هملك وهي الإسعافات الأولية الخاصة بالغصة والاختناق باتباع الخطوات التالية تأكد إذا كان الفرد قادرا على التنفس واسأله إذا هو مختنق وهل يستطيع الكلام فإذا استجاب المصاب وكان قادرا على التحدث والتنفس والسعال فلا يحتاج التدخل وإذا لم يستجب لك المصاب فعليك بتنفيذ الدفعات البطنية كالتالي أولا قف خلف المصاب وتأكد أنه منحني إلى الأمام ثانيا لف ذراعيك حول خصر المصاب وقم بضم قبضة اليد ووضعها بين السرة وأسفل العظمة إذن هنا الإبهام إلى الداخل وضعها بين السرة وأسفل عظمة صدر المصاب ثالثا أمسك قبضتك بيدك الأخرى رابعا اسحب بقوة إلى الداخل والأعلى إلى الداخل والأعلى هذه العملية تتم بهذا الشكل حتى يزول الإنسداد خامسا كرر الدفعات البطنية حتى يخرج الجسم الغريب أو حتى يصبح المصاب فاقدا للوعي إذا أصبح المصاب فاقدا للوعي فيتم إسناده ليستلقي على الأرض ثم قم بالاتصال على الإسعاف الهلال الأحمر السعودي على الرقم تسعة تسعة سبعة وفي نهاية درسنا ماذا تعلمنا عزيزي الطالب والطالبة أن السلامة الشخصية هي تجنب الوقوع في الإصابة بين الأفراد سواء كانت الإصابة مقصودة أو غير مقصودة تعرف الإصابة المقصودة بأنها إصابة يتسبب فيها الفرد بنفسه عمدا أو بواسطة فرد آخر وتعرف الإصابة غير المقصودة بأنها الإصابة التي تحدث عندما لا يكون هناك نية للضرر مثل ما ذكرنا لكم الإصابات المنزلية والحوادث المرورية وتعلمنا مفهوم الإصابات المنزلية يشمل جميع الإصابات والوفيات غير المقصودة التي تحدث في المنزل وأن أكثر الإصابات المنزلية انتشارا في المجتمع هي إصابات السقوط وحوادث التسمم والحرائق والاختناق نشاط منزلي قارم بين الإصابات المقصودة وغير المقصودة وعدد أمثلة لكل منها أكثر أنواع التسمم الناتجة من الغازات شيوعا في المجتمع هو التسمم من غاز البيوتان البروبان الكلور أو الأكسيد الكربون اختر الإجابة الصحيحة وعرض إجاباتك على معلمك في المدرسة ختاماً عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة